قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح والصلاة والسلام على طب القلب وعافية البدن وحب الروح سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي صلاة الفتوح وسلم سلام المنوح على من نوره في جميع الأرجاء يلوح وعطره في جميع الأنحاء يفوح وعلى آله وصحبه وعلينا معهم برحمتك يا رب الملائكة والروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الكرام مع اللؤلؤ والمرجان وفي هذا البرنامج نأخذ عينات من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لنطبقها على أرض الواقع لنرى الآثار والأنوار والأسرار والتجليات والتطبيقات من الحديث النبوي الشريف على واقعنا ومجتمعنا وشارعنا وأنفسنا قبل ذلك أيها الكرام التمنن بالعطاء إنها صفة غريبة عجيبة صفة لا يرضاه الإنسان ولا يرضى بها أي عاقل هذه الصفة وهذه الخصلة وهذا الداء إذا صح التعبير أن تسميه داء إنما أمره عند الله عظيم وقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا عن هذا الأمر وإنه أمر في غاية الخطورة التمنن بالعطاء الذي يمن على الناس وطائما إذا ما تكلمنا عن التمنن بالعطاء عن المنان عن المن بالعطية تذهب الأذهان إلى الحديث عن المن بالعطاء يعني عن اللي يتصدق ويتمنن على المتصدق عليه والحقيقة هو هذا الكلام والآيات الكريمات والحديث النبوية في هذا المجال وسنتكلم نحن اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من التفصيل لكن قبل ذلك هناك نوع من أنواع المن في منتهى الخطورة أخطر من هذا يعني المن عندنا نوعان صورتان المنع المشهور أن يمن الإنسان أن يمن الإنسان على الناس إذا أعطاهم وسنتكلم عليه لكن قبل ذلك هناك نوع من أنواع المن خطر جدا نوع من أنواع المن الإنسان أن يتمنن به على أمر هذا الأمر ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وحذر الناس منه بأسلوب عجيب المن على الدين المن على الدين الذي يمن على الدين الذي يمن على الإسلام هذا خطر أيضا لا يقول بل هو أخطر من النوع الثاني الذي سنتكلم عنه هو المن بالعطية إن شاء الله المن الذي يمن على الإسلام الذي يمن على الدين الذي يحسب نفسه أن يكون عمل شيء لا لا هي الفكرة كالآتي ليس هناك أحد له منة على دين الله سبحانه وتعالى أبداً وبعض الناس قالوا نحن معواد مسلمين مع مليح من أن أسلمنا وينزل فيهم القرآن يقول تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لاحظ إلى هذا الآية الكريمة لاحظ إلى هذا النص الشريف رب العالمين جل جلاله يقول أنتم تمنون على إيش يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تمنوا علي إسلامكم نقطة في منتهى الأهمية صحيح أن أكثر الكلام في هذا اللقاء سيكون عن المن بالعطية لكن الحديث عن هذا الأمر في منتهى الأهمية و أحببنا أن نفتتح اللقاء بالحديث عنه اللي من على الدين دين الله سبحانه وتعالى ماكو أحد لو مننا عليه بل نحن ممتن علينا الله من علينا أن جابنا لهذا الدين لهذا قال تعالى قال لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين و كأن الله عز وجل في ملمح آخر في نص آخر و هو في معرض الثناء على حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجي القرآن الكريم يشير إشارة خفية رائعة عن هذا الأمر أيضا لما الناس أسلمت من هو سبب الإسلام من هو السبب ما بين علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لما أرد أن يكلمنا عن حبيبه عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الإسلام قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتابة و الحكمة و إن كانوا من قبله لفي ضلال مبين تذكرون أشوان كنتم قبل هذا المن و إن كانوا من قبله لفي ضلال مبين فرب العالمين كأنه قطع دابر القول حتى لا أحد يقع في قلبه لا يضنضان و لا يشكشاك و لا يحسب حاسب أنه له من على هذا الدين فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين قبل أن يكون مؤمنا قبل أن يدخل في دائرة المؤمنين مسبوق الآية بكلمة من لقد من الله على المؤمنين يعني حتى الإنسان أن يكون مؤمنا و هو قد دخل في دائرة المن من الرحمن سبحانه وتعالى عليه بأن هداه إلى هذا الدين عن طريق الحبيب صلى الله عليه و سلم لهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واحد قل قال يا عمر بن عبد جزاك الله عن الإسلام خيرا سيدنا عمر ما قبل قال لا والله قل جزى الله الإسلام عني خيرا ما يسا نحن نقول جزى الله الإسلام عنك أدب السيدنا عمر بن عبد العزيز لأن ماكواحد لو مننا على هذا الدين كلتنا إذا صليت إذا صمت إذا صدقت إذا حجيت إذا وصلت رحمك إذا بنيت مسجد إذا بنيت دار للأيتام إذا بنيت مستشفى احمد الله أنه من عليك أن يوفقك دير بالك تقول أنا بنيته وأنا عطيته وأنا صدقته وأنا جبته مصاحف وأنا تبرعت لهذا الجيمة وأنا بنيته وأنا لا 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 الله من عليك أن يوفق لهذا لا تمن على هذا الدين القضية الأولى القضية الأهم أنه لا من لأحد على هذا الدين الثاني وهو المن بالعطاء المن بالعطية وهو أمر مهم ينبغي التنبه إليه ابن آدم مرات تزل منه الكلمة مرات ابن آدم يتصرف ويريد أن يذكر وأحيانا مرات من لما يريد ينذكر على الفعل الذي يفعله فيريد الناس تذكرهم فيقوم يذكرهم باللي يعملوا حتى يذكروه وهذا خطر جدا امن كل ما يعطي ينطي اصور إلى درجة أن القرآن الكريم لما راد يتكلمنا عن هذه القضية قال إذا صار عندك خلل بالنية بهذا العمل خلل العطاء يعني تخللت نيته شائبة أنه راد يعطي حتى حتى يقال وراد يعطي وراد يمنني ويقلم للناس كمان عطيتكم رب العالمين يقول هذا العمل وإن كان به منفع للفقير تركه أفضل يعني الصدقة اللي بيها من رب العالمين يقول كل ما عديده لا الصدقة ولا المن ورجاء القرآن الكريم ثلاث آيات هاي ثلاث آيات بصورة البقرة أخذت نصف صفحة من القرآن الكريم نصف صفحة تحدثت عن الإنفاق وعن المن بأسلوب عظيم ودقيق غاية في الروعة كلام رب العالمين جل جلاله وتجي الآيات توصف لك المؤمنين وتوصف لك المشكلة ما المن ورب العالمين شون ينهان عنه ويذكر لك رب العالمين أمثلة عن ليعمل من اش راح يصير بينه واش راح يصير حاله حال من حاله حال من يوم القيامة أو عند الملائكة هذه الآيات التي في سورة البقرة يقول تعالى شوف البداية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذاء شوف الكلام الحديث يعني هي هذه الآيات تسمي إنشئت آيات المن يعني سورة البقرة هي عبارة عن مقاطع سبحان الله سورة عظيمة عجيبة كل مقطع مقطع عن الصيام تأخذ لها تقريبا صفحتين ونص مقطع عن الحاج تأخذ لها صفحتين وشوية مقطع عن الطلاق مقطع عن النكاح فنجي الآن إلى مقطع الحديث عن المن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنوا لهم أجرهم عند ربهم يعني أجر كعد رب العالمين جل جلاله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنوا ليش؟ ليش الحديث عن المن؟ جت الآية توضح قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى العمل كله العمل اللي هو الصدقة رح يستفاد من الفقير رب العالمي يقول هاي ما ريده ما لازم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين كلامنا اليوم عن المن بالعطية سنأخذ فاصلا نصلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم اللؤلؤ والمرجان المن بالعطية المنان التمنن بالعطاء كلها بمعنى واحد كنا نتكلم عن الآيات الكريمة اللي تحدثت لنا عن المن وضبطت سلوك المؤمن مع هذا الفعل مع هذا الداء الخطير ورب العالمين يقول اللي ينفق أمواله ويخليها بالمن ويتبعها بالمن كان مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا يعني يقول أنت تشوف أرض أطراب فتمطر الدنيا فتفرح كثير لأن المطر نزل على هذه الأرض ويصير زرعي أنت ما تعرف أن هذا الأطراب قشرة خفيفة وجواها صفوان الحجر الصلد الحجر الأملس فهذا الماء من نزل كلتنا نحسب اللي عيدها حق منه بعيد يحسب أن الماء رح ينزل على هذا الأطراب ورح يصير نبات ورح يصير زرع لا لا القرآن يقول لك هذا الماء رح ينزل ويروح هذا الأطراب رح تطلع صفوان يطلع الصخرة الملساء ولا زرع ولا تراب كل راحة تبلاش هذا معنى اللي يمن بالعطية اللي يمن بالعطية أنت من بعيد تشوفه صدقة تقول ما شاء الله أنت صدقة يرجع لما تشوفه تدحق عليها ماكو كل شيء كل شيء ماكو طلع صفوان كأنه إشارة إلى القلب اللي تحجر القاسي اللي يصور الفقير واللي يحاول أن يذكر من على الفقير يجيبوه ويصوروه ويأكسرون خاطرهم مرات الفقير مضطر يأخذ مرات مضطر يأخذ يعني مضطر يعني هناك قصة من القصص العجيبة حدثت في هذه المدينة قل رجل كان غني جداً وبخيل جداً في الموصلين أحد كبار السن حدثني بيها قال غني جداً وفقير جداً ويجون الناس عليه أنطينا أنطينا ما ينطي يوم من الهيام تجمعوا الفقراء قل يابا أنطينا والله صار مجاعة وصار جوع بالبلد وصار إلى آخرين فقل له لو يريد ينطيكم كان عطاكم اسلوب اسلوب يعني قسوة وبعد عن الله قال هو رب العالمين لو يريد يغنيكم كان أغناكم فقل له نحنا ما عدنا لازم تنطينا فدخل إلى قل له ما تخاف لا الله يجعلك مثلنا ما تخاف لا الله يجعلك فقير فتعصب وضاج ودخل إلى البيت وطلع صندوق بينه على الفلوس المعدنية الفلوس هاي وجابه وصبه بالساقي بالساقي صبه وقل له إذا تريدون خذوه إذا شوفوا حدي طيقي يفقرني شوفوا الكلام شوفوا الإنسان قل له تريدون خذوه خذوه من الساقي شوفوا المن شوفوا الأذى بالعطية سبحان الله وذول الفقراء من شدة حاجته منزلون على الساقي نزلوا على الساقي وقاموا يطلعون الفلوس من الساقي ويمسحوا مضطرين مضطرين واخذوا الفلوس وتمر الأيام ويخسر 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 ويفتقوا يفتقوا يبيعوا الأملاك ويبيعوا الآخر شيء يصفى ببيت صغير إيجار ويوميا الباب يندق ويوميا الديانة على الباب ويوميا يتقاتلون ويوميا المنطقة هوسة ويوم من اليوم يتجمعوا الديانة كل مواحة وقالوا ما نعوفوا إلا ناخذ فلوسنا ويدقون الباب وآخر شيء طلعت موتوا وقالت لم بس انتوا مجال خلينا وديه للمستشفى ترى تخربط كثير قالوا لا لا يكذب هذا ما مريض وآخر شيء وفات بعد شوية طلعت سبحان الله قالت لم هذه المات قالوا للمان صدق مات مات يا جماعة يريدوا يروح للمستشفى ما يقبلون مقدمان متعصبين عليه وتفوت قلهم تعال شوفوا يفوتون عليه شوفوا كمات على السرير يا ستا وما يشفقون عليه وما يديروا لبال نسأل الله العافية المن عواقبه خطيرة في الدنيا والآخرة والله يا كرام هناك حاديث لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تتحدث بيها عن عقوبة المنان تخاف تصاب بالرهبة يعني هناك أحاديث رح أذكر لكم بعضها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب عظيم الله أكبر منه ذول الثلاثة منه ذول الثلاثة اللي رب العالمين لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم فقال صلى الله عليه وسلم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب باليمين الكاذب المنان اللي من بالعطية اللي من بالعطية رب العالمين ما يشوفه ولا يدحق عليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عظيم والمسبل اللي يطور رداء و تفاخرا و كبرياء و خيالاء و ينشي بالناس و يكشغ بالملابس زايد و لو بيده يمشي فوق رؤوس العباد المسبل والمنفق سلعته باليمين الكاذب اللي بس يحلف أيمان والله هاي عليب هالقد والله هاي كورية والله هاي يابانية والله هاي أصدية و أيمانه أيمانه حلف كاذب حتى تمشي البضاعة ثلاثتهم رب العالمين ما يدحق عليهم يوم القيامة نسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يا أستار منهم يا رسول الله العاقل والديه و مدمن الخمر و المنان بما أعطى المنان جاء معهم مرتلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب خمس اللي عنده هاي الخمسة الشيء لا يفكر يجي لا يدخل الجنة صاحب خمس يا أستار منهم يا رسول الله مدمن الخمر و مؤمن بسحر اللي يؤمن بالسحر يوميا طالع من ساحر و فاية على الساحر و يوميا خزع بلات و يوميا شعود و نسأل الله العافية مدمن خمر و مؤمن بسحر و كاهن اللي يروح وراء هذول اللي منجمين و قاطع رحم و المنان و جاء المنان مرتلغون يستر كل ما يصير حديث عن الذين لا ينظر الله إليهم لا يكلمهم لا يزكيهم لهم عذاب عظيم لا يدخل الجنة يدخل المنان بناتهم إلى هالدرجة يعني لما تيجي تدحق على الحديث من زاوية أخرى شوف رب العالمين يشقد يحرص على جبر القلب قلب الفقير ما يريد رب العالمين ينكسر قلب الفقير ما يقبل رب العالمين قلب الفقير أن يكسر لأن هذا المنان رح يكسر قلب الفقير و مرات الفقير قبل ذكرنا قبل قليل قصة هذا الرجل جو أخذوا الفلوس جو أخذوا و شالوها من الساقي سبحان الله في الأحاديث الواردة في المنان تخليك تسقط أعطيه بالصنطة أعطيه بهدوء أعطيه لا تحكيه يعني يوم الليان في بلد عربي كنا هناك عندنا فكرة كلش حلوة و أتمنى تصير عندنا مجتمعنا يجتمعون مجموعة يروحون يختارون أرض و يتفقون مع الدولة أن تعطيهم مية أو صاحبة ينتبذ برعلم بها و يتفقون أن يبنوها مستشفى مجاني مستشفى مجاني مشروع عملاق جدا و وراء ما يتفقون يكملون يجهزون الأمور الترتيبات الرسمية يعمل أحد منهم يعمل دعوة كبيرة فيدعو الأغنياء و يدعو العلماء و يجون العلماء و الأغنياء و يقعدون و تصير مواعظ و تصير كلمات من المشيخ ترقق القلوب و تصير مدايح و تذرب فيها العيون ثم بعد ذلك يطلع أحد الناس يقلم يا جماعة لقاءنا اليوم على مود مستشفى فلانشي يعني اسم المستشفى المجاني علاج مجاني و بينه مختبرات و بينه صيدليات و إلى آخر و من يتبرع و يبدون الناس يتبرعون بذيك اليوم واحد يتبرع كذا و يبعث ورقة يقول الحاج فلان شركة الفلانية و هل قد و واحد منهم يتبرع يا جماعة بدفتر عشر تلاب دولار كتب عليها فاعل خير و بقاعد بيناتهم قاعد بيناتهم كتب فاعل خير اللي أخي عجبته الكلمة فاعل خير و سبحان الله نص الحفلة تبدل صار كلهم يبعثون فاعل خير فاعل اللي كتب و اسمها بالبداية بعدين بس واحد كتب فاعل خير و الباقي و واحد دفترين تبرع عشرين ألف دولار و ورقة قصاصة كتب عليها فاعل خير و أنا شفت المستشفى و بنية المستشفى نيات طيبة ماكو من ماكو كسر خاطر الشغل مع الله عظيم يا كرام الإسلام يعلمك حتى تكون رقيق حتى مع بقية المخلوقات مات من حتى على المخلوقات البقية اي نعم يعني عبد الله بن جعفر رحمه الله كان من الكبار و كان من الصالحين و كان من الأغنياء يوم اللي يام دخل في بستان بستان من النخيل و هذا البستان كان بينه عامل الغلام يعني العامل اللي يدير الأمور بالبستان ينظفه قال قعد عبد الله بن جعفر مع الجماعة و الغلام قدامه ما كده يتحرك بروح يجي فجاء الغلام وقت الأكل ماله دي قعد فطلع الأكل ماله الغلام دي قعد يأكل فمر كلب أجلكم الله فالكلب بدي يتقرب يتقرب اجتم راحة الأكل فتقرب تقرب فالغلام أخذ ثلث الأكل فقدمه للكلب فالكلب مباشرة نزل يأكل أكل 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 كأنه ما شبع فشال الثلث الثاني عطاء له كما شال الثلث الثالث يعني الغلام ضل بلى أكل يعني احتمل لي ليلة و احتمل ليه ثاني يوم يالله ما يأكل وعطى الأكل كله للكلب وخلص الكلب خلص قام الغلام راجع للشغل بكل هدوء بكل أدب بكل أخلاق فعبد الله بن جعفر بعث عليه قال له يا بابا تعال أنت عطيت هذا الكلب ليش عطيته كل الأكل قال له يا شيخ نحن في أرض ليس فيها كلاب هاي المكان المنطقة بيها ما بيه كلاب فهذا مش في تكلب جاي معناته جاي من مسافة بعيدة ظل يخطع مسافات ما ولقى أكل فلمن جاي فعرفت أنه جائع قال لي ياكل بالعافية ويقوم عبد الله بن جعفر يشتري البستان ويعطيه هذا الغلام يعطيه نسبة من البستان حوله من أجير إلى شريك بالبستان الله جل جلاله كبير انتهى الوقت سبحان الله ونحن نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو المن بالعطية لا تمننون على العباد رب العالمين هو الرزاق هو المحيي هو المميت هو المنان جل جلاله هو وفقك أن هداك وفقك أن أغناك وفقك أن خلاك تعطيه هو اللي يعانك على هذه العبادة فلا تتدخل في هذا العمل وكن على قدم عال من المسؤولية وكن كما كان وضوان الله عليهم يتصدقون سرا وعلانيا وبالليل والنار ولا يذكرون شيئا ولا يمنون على أحد أبدا نسأل الله أن يعيدنا من المن وأن يدخلنا في دائرة منه سبحانه وتعالى وأن يكرمنا دائما بالقرب من المنة العظمى وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر ترجمة نانسي قنقر